بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء 11 من الفصل الأول لمقرر هندستة برمجية في الجزء ده جماعة هنكمل كلامنا عن الكيس ستادي وهناخد الحالة دراسية أخرى نقرأها مع بعض عشان برضو نتعود ونعرف إزاي نقرأ برنامج إزاي نعرف إيه متطلبات للبرنامج معي الحالة الدراسية الثانية جماعة اللي هي Mental Health Secure Information System Mental Health Secure Information System وهو برنامج مخصص لزاوية الإحتياجات العقلية معي طيب البرنامج ده جماعة هو برنامج إداري وده إدارة إدارة لعملية المعالجة للمرضى زاوية الإحتياجات العقلية معي يا جماعة طيب نقرأ مع بعض عشان تشوف إزاي تقرأ البرنامج وإزاي تبدأ إيه تستنتج إيه المعلومات أنت تطلع بإيه بها نقولك إيه إن ال Patient Information System أول مرة نشوفه Patient Information System Support Mental Health Care يعني إيه هذا برنامج إيه برنامج إيه برنامج يدعم أو يصبر Elemental Health Secure أو برنامج الرعاية الصحية لمرضى زاوية الإحتياجات العقلية معي والبرنامج ده جماعة بقولك Medical System يعني نظام طبي بيه تجي لجمع المعلومات عن إيه عن المرضى عن احتياجاتهم من الأدوال المطلوبة عشان إيه يتم المعالجة وإيه كمان وإيه مواعيد زيارة مواعيد زيارات الكلينكس العيادات وهكذا معي Is a Medical Information System That Maintains Information يعني بتحتفظ بمواب إيه بمعلومات عن مين About Patients عن المرضى Suffering from Mental Health Problems اللي إيه بيعانوا من الأمراض العقلية And إيه The Treatment والإيه بطرق العلاج And إيه وكميات طبعاً العلاج اللي هما بإيه بياخدوه معي يا جماعة طيب خلي بالكو يا جماعة انت وزي ما قلت لك قبل كده انت او ممكن يجيلك برنامج اول مرة تشوف اول مرة تعمل معه لكن هنتعود مع بعض ازاي نقرأ متطلباته وازاي نفهمه عشان نبدأ ايه نصممه معايه طيب يقول لك ايه كمان لك يعني من العظمهم ما بيبقاش مخصص لهم ايه مستشفى محددة للعلاج يعني ما بناخدهمش نحطهم في مستشفى معينة لأ طب بيحصل ايه جماعة بنوديهم للكلينكس لعيادات معايه العيادات دي ممكن تبقى تحت اشراف مثلا اه مؤسسات مثلا زي خدمة المجتمع بحيث ان العيادات ديالت تكون مخصصة لايه لهم بحيث يتضكوا فيها العيادة يعني ما بنجمعونش كلهم في مستشفى واحدة اه طب المعلومة دي بقى اطلع منها بايه اطلع منها ان البرنامج بتاعي هيكون افليابل متاح للعيادات ديالت على ايه اه في اماكن مختلفة ابدأ افهم بقى ان انا ممكن اعمل ايه اه ممكن اعمل ويب بيس دي مثلا فهمت فهمت ازاي اقرأت برنامج واعرف ايه متطلباته معاي شباب ازا في الحالة دي بيقولك ايه بقى بطني تؤتل دي سبيشيليستي كلينكس يعني في بعض العيادات كده الخاصة بيهم في مثلا زي المرتبطة بخدمة المجتمع مثلا بحيث يتضكوا فيها العيادة معايه وبيروحوا طبعا بايه ها بصورة مستمرة وكان يقدر يميت للدكتور يعني يقابل الدكاثرة بتاعته في الايه في العيادات ديالت جميل ايه كمان بقولك ويكون اسهل للبيشنس دول انهم يحضروا العيادات ديالت احسن ما يحضروا فين في مستشفى عام كده خاصة او مستشفى بير او خاصة بحيث ان هم ايه يطلقوا في العلاج لا هم بيطلقوا العلاج فين في هزي العيادات معايه طب زي مي اولسو بيهيلد ان لوكال ميديكال براكتز اور كوميونيتي سنترز ممكن يروحوا بعض الايه السنترز الخاصة بخدمة المجتمع جميل طب نشوف ايه نكمل كلامنا مع بعض بيقولك ايه بيقولك خلي بالك بقى اذا هذا البرنامج اللي انت هتصممه برنامج معلوماتي مخصص للعيادات العيادات اللي هتستخدمه فهمت بقى ايه احنا ليه بنقرأ الكلام ده عشان تفهم انت هتعمل البرنامج ده المين وازاي اذا من اتفقت معك دلوقت ايه رأيك تعملوا ايه اقولك لا اعملوا وباست دي بقى مدام هو هيبقى منتشر على العرب من العيادات مش كده عدد من العيادات اللي هتستخدمه اه وازاي نقولك ايه اذا هذا information system that intended for use to a in clinics ماشي شباب جميل طيب بنقول ايه كمان بقى بنقول وكمان البرنامج ده يتحلك انك تدخل عليه طبعا بسيكوريتي مش معقول اي حد يدخل عليه مش كده متاح انك تدخل على سيكوريتي وتستخدم الداتا بيز قاعد البيانات الخاصة بهؤلاء المرضى ممكن تستخدمها اونلاين في حين الدخول وممكن ايه كمان يا جماعة وممكن تعمل تدون لود للبيانات بتاعة المرضى ديت وتشتغل عليها اوف لاين يعني من غير ما يكون متصل بالايه بالانترنت معايا نقول مع بعض كده when the local systems have secure network access لما يبقى طبعا في secure network access the use patient information in database يعني بيبقى الداتا بيز دي موجودة فين في هذه المعلومات المرضى موجودة في database في قاعد البيانات يمكن انك تعملها داون لود تنزلها عندك وتشتغل عليها وممكن تستخدمها اوف لاين وانت لما ايه تكون disconnected مع مين مع الشبكة معايا اذا يا جماعة احنا دلوقت بنتعلم ازاي نقرأ برنامج نقرأ مواصفاته وازاي نستلتج احنا هنعمل ايه عشان نبدأ نكونه معايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته